حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة هناك رسائل حقيقة تتكرر كثيرا أحببت أن أجيب عن هذا السؤال حوله والسواس العقيدة للأسف لا أدري يعني رسائل كثيرة بالفعل تأتيني عبر الواتساب يعني هذا أحد الأحبة يقول أنا إنسان مسلم وأتوضأ وأصلي وأصوم وأستمع للقرآن استمعت لي شخص على الإنترنت يشكك يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نقل القرآن من غيره ويقول إن الكثير من الأحداث الموجودة في القرآن والقصص موجودة في الأساطير القديمة أساطير البابليين الأساطير في بلاد الرافدين قديما بعض الأفكار من الكتاب المقدس وأنه تعلم على يد القص المسيحي ورقة بن نوفل وأن القرآن معظمه منقول فحدث لدي وسواس وهذا الوسواس لا يفارقني أثناء الصلاة أثناء النوم لدي أفكار أحيانا شرك بالله أفكار إلحاد أفكار سبحان الله يكره كلام الله يكره فيقول أرجو أن تساعدني والحقيقة أنا تذكرت الآن رسائل جاءتني مؤخرا رددت عليها يعني ككتابة ولكن أحباب خلال هذا الفيديو كل أخ لديه وسواس في العقيدة أو يشك بوجود الله كوسواس وليس كعقيدة ثابتة ما الفرق بين الوسواس والعقيدة؟ أول شيء أيها الأحبة أنت ما دمت تعرف أن هذا الأمر خطأ فأنت على خير لا تقلق يعني مثلا أنا الآن مقتنع أن الله هو خالق كل شيء وأن القرآن هو كلام الله وأن النبي عليه الصلاة والسلام محمد هو رسول الله ولكن تأتيني إذا جاءتني فكرة تقول لي ما الذي أدران أن الله موجود؟ ما الذي أدران أن النبي عليه الصلاة والسلام أنزل عليه القرآن قد يكون من تأليف بشر غير النبي أو من تأليفه أو كذا ما الذي أدراني؟ ثم أعود أقول لا هذا الكلام غير صحيح أقاوم هذه الفكرة أقاوم الفكرة الخاطئة هذا الأمر إذا حدث معك اعلم أنك على خير وأنك رجل صالح وأن الله لا يؤاخذك بالأفكار القهرية التي تأتي من دون إرادتك أنت لا تستطيع أن تقاومها أنت ضعيف أمامها طبعا هناك أسباب أيها الأحبة والضعف أمام هذه الأفكار ليس مبررا يجب أن تعلم هذا لا يشفع لك أمام الله تقول يا رب أنا لم أستطع أن أقاوم الأفكار الحادية لا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ينبغي أن تبحث عن الطريقة التي تتخلص بها من هذه الأفكار أول شيء أيها الأحبة دعوني أصور لكم أو دعونا نتخيل معا أن الشيطان موجود في كل مكان والشيطان يأتي للشخص المؤمن يبذل جهدا مضاعفا وكبيرا معه أكثر من الملحد الملحد ليس بحاجة لمن يضلله هو ضال لا يذهب إلى الذين يرتكبون الفواحش والغارقين في الكفر والإلحاد لا هو يأتي لك وغالبا ما يكون هذا الذي يعاني من وسواس قهري في العقيدة يكون قلبه طيب من الناس الفعلا الطيبين ولكن مشكلته أنه دخل في منطقة في المنطقة الخطأ وهو غير مهيئ للدخول في مثل هذه المناطق يعني أنا لماذا أصلا أستمع إلى المقاطع الموجودة على الإنترنت التي تشكك بالإسلام وبالنبي عليه الصلاة والسلام إذا لم يكن لدي معلومات طيب أنا ممكن أي إنسان أن يضحك علي بهذا المستوى أنا ليس لدي معلومات يعني مثلا أحدهم قال على الإنترنت قال إن مراحل تطور الجنين ذكرها القدماء قبل النبي بمئات السنين موجودة في كتب ومدونة ومترجمة إلى آخرين وذهب طيب من أين جئت بهذا الكلام نحن نخاطب هذا الملحد أنا قبل أن أقتنع بكلام هذا الملحد يعطيني وثيقة لهذا الكلام طيب لماذا العلماء الآن يكتشفون أن الجنين مثلا يأخذ صورته البشرية في الليلة الثانية والأربعين لو كانت هذه المعلومة موجودة من ألاف السنين لماذا يقولون نحن الآن نكتشف مراحل تطور الجنين ثم إن القدماء أصلا لم يدركوا عملية التطور تطور الجنين لم يكن يدركوا هذا الأمر أيها الأحبة أيها الأحبة دعوني أعود معكم لجذور المشكلة الشيطان يفتش عنك أنت أيها الإنسان الصالح ولكن ليس لديك معلومات لذلك الحل هو العلم أيها الأحبة لا يوجد حل آخر أن تقول أذهب إلى طبيب وأخذ دواء والحل هو العلم هل رأيتم عالما من العلماء لديه وسواس قهر في العقيدة لا يوجد لماذا لأن الشيطان لا يستطيع أن يدخل على هذا العالم يدخل على الإنسان الجاهل بالعقيدة الجاهل بالقرآن الجاهل بالعلم أصلا ليس لديه معلومات يدخل شخص يشككه فتسيطر عليه هذه الفكرة كلما زاد علمك بالقرآن تتخلص هذه الوساوس إذن رقم واحد العلم بالقرآن طيب ما هو الدليل على ذلك الدليل أيها الأحبة أن الله تبارك وتعالى يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ويقول أيضا إنما يخشى الله من عباده العلماء أي الذين يخشون الله حق خشيته وحق الخوف منهم العلماء العالمين بالقرآن العالمين بالدين العالمين بالله سبحانه وتعالى فلا يمكن لعالم أن يصاب بوسواس قهر لا بالعقيدة ولا بغير العقيدة لماذا؟ لأن الدماغ لدينا أيها الأحبة عندما تملأه بأفكار تافية يعني مثلا أنا لدي شخص مؤمن يمضي وقته في متابعة كرة القدم يمضي حياته في أشياء تافية حديثه يكون في أمور غير مهمة لا يحفظ القرآن لا يطلع على الحقائق العلمية الحديثة ليس متعمقا في علم الفلك والبحار والجبال وهذه الأمور التي ينبغي أن نتعمق فيها لأن القرآن أنبأنا عنها أيها الأحبة أنا تعمقي في علم الفلك والطب والبحار والجبال هذا أمر من الله الله يأمرني يقول قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون قل انظروا ماذا انظروا يعني تأملوا وتفكروا وادرسوا قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير طيب الله يأمرني أن أتعلم النبي قال طلب العلم فريض على كل مسلم ومسلم النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يأمر ويحض على العلم يحضنا على حفظ القرآن خيركم من تعلم القرآن وعلمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه يعني أنا كل هذا العمر لم أرى عالم أو حافظ للقرآن لديه وسواس قاري من هنا أعرفوا أن المشكلة مشكلة معلومات المعلومات القليلة تجعل الشيطان يسيطر عليك بسهولة لذلك تذكر هناك في الأثر عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد عالم أشد على الشيطان من ألف عابد وهناك أيضا حديث يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم هذا الحديث الحقيقة كلما قرأته أنبهر أنبهر حقيقة كم الفرق بين النبي وبين أدنى رجل من الصحابة لا شك أنه فرق كبير ليس هناك مجال المقارنة يعني النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال الله في حقه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رحمة للكون هذا النبي لا يمكن أن نقارنه بأي شخص آخر مهما كان من البشر فالفرق فضلي على أدناكم يعني الفرق بين النبي وبينه ليس الصحابة مثل كبار الصحابة مثل سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا بل على أدناكم هذا الفرق هو نفسه فرق العالم على العابد الذي يعبد الله على جهل من السهل أن يدخل الشيطان ويستحوذ على عقله ويوسوس له ويأخذه في اتجاهات خاطئة ولن يشفع لك جهلك أمام الله يعني يوم القيامة أيها الأحبة الجهل ليس مبرر الجهل لا ينقذك من عذاب الله ينبغي أن تعلم ولكن المقياس أنك ما دمت ترفض هذه الفكرة ما دمت تعلم أن الشيطان هو الذي يوسوس وأنت ضعيف أنت على خير والله سيغفر لك ولكن بشرط أن تبدأ بالتعلم رقم واحد ابدأ بحفظ القرآن كل من يعاني من وسواس قهري ضع برنامج اليوم لدينا على الموبايل على اللابتوب في الإنترنت موجود برامج كثيرة وتطبيقات لتحفظ القرآن قل أنا سأجلس وأضع هدف أمامي هو أن أحفظ كتاب الله كاملا في صدري وسيكون هذا العمل سيكون هذا العمل ليس علاج للوسواس بل سيكون سببا في أن تبلغ منزلة عالية عند الله يوم القيامة اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأهله يوم القيامة أو لأصحابه ثم اعلم أن هذا الوسواس قد يكون خير لك قد يكون سببا في حفظك القرآن النبي عليه الصلاة والسلام له حديث من الأحاديث العجيبة حقيقة أنا عندما أتأمل فيها يعني أقف فعلا أقف خاشعا أمام كلام النبي عليه الصلاة والسلام يقول لكل شيء أهل وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته يا سلام شوف الكلام الرائع وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته يعني أنتم تعلمون أن الرئيس أو الملك يصطفي ممن حوله الخواص وهؤلاء يكون يكون عددهم قليل الذين يجلسون معه ينصحونه يفضي لهم بأسراره يأخذ مشورتهم الخواص أنت عندما تحفظ القرآن وتتدبر هذا القرآن وتفهم كلام الله ستصبح من الخواص الذين أنبأ عنهم النبي عندما قال لكل شيء أهل وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته ستصبح من أهل الله طيب هل هناك أجمل من ذلك بذلك أيها الأحبة أنا دائما أدعو كل أخ أصيب بشيء من هذه الوساوس أن يحفظ هذه الآية وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلموا وهناك حديث آخر أيضا يحضرني الآن بمعنى هذا الحديث أن الله إذا أراد أن يعطي منزلة لعبد كبيرة جدا لا يبلغها بعمل لا بصلاة ولا صيام ولا كذا ولا كذا فيبتليه بما يكره حتى يبلغه هذه المنزلة الذي يعاني من الوسواس القهري في مجال العقيدة يكره كثيرا هذا الأمر يكره هذا الأمر كثيرا أيها الأحبة لا يريد أن يتذكره يريد أن يتخلص منه بأي طريقة هذا البلاء من الله الله يريد أن يبلغك منزلة عالية عنده طيب كيف تعلم أن الله يريد أن يبلغك منزلة عالية عندما تبدأ بحفظ القرآن والتعمق في هذا الكتاب العظيم وتقول أنا سأصبح مثل هذا النبي الكريم أدعو إلى الله تتحول إلى داعية إلى الله أعلم أن الله ابتلاك لأنه يحبك ويريد أن يبلغك هذه المنزلة العالية واعلم أن هذا الوسواس القهري في العقيدة هو السبب فيه خير لك لأنه خلصك ربما من الظلم والفاحشة والأعمال قد تسير في طريق خاطئ يصل بك إلى جهنم فابتلاك الله بشيء من هذه الوسواس لكي ينقذك من هذا الطريق ويأخذك باتجاه أعمال البر والأعمال الصالحة وقراءة القرآن وحفظ القرآن لذلك أيها الأحبة أنا لا أجد علاجاً لهذه الظاهرة إلا العلم وتدبر القرآن وحفظه هذا العلاج الوحيد غير ذلك صدقوني ستتعبون كثيراً احفظ القرآن تعمق في الإعجاز العلمي الإعجاز العلمي مهم جداً أيها الأحبة لعلاج الوسواسة لماذا؟ لأن معظم الأفكار الإلحادية والتشكيكية التي تأتي للإنسان سببها عدم معرفته بتفسير بعض الآيات يعني مثلاً تأتيك آية يشككك بها أحد الملحدين وجدها تغرب في عين حمئة ويقول لك هذا خطأ علمي أن سيدنا ذا القرنين وجد الشمس تسقط في عين في نبع أو بئر حمئة وهذا الكلام غير صحيح هذه الآية لها تفسير وقلنا هناك أقصى منطقة في غرب أمريكا تحدثنا عنها العين الحمئة ابحثوا عنها على يوتيوب وأثبتنا علمياً أن أقصى نقطة تغرب فيها الشمس فلما بلغ مغرب الشمس وجدها هو وجدها ليست هي التي تسقط ولم يقل القرآن تسقط قال وجدها تغرب أي تختفي تغيب تختفي غربت اختفت ليس سقطت فالملحد ماذا فعل؟ أخذ آية فسرها خطأاً وقال لك إن القرآن في خطأ علمي فبدأت الوساوس لديك مثلاً يعني يأتيك مثلاً بآية تتعلق بالشهب إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب شهاب ثاقب يقول لك إن الأقدمون في زمن النبي كانوا يتخيلون أن النجوم ترمي الشياطين ويقول لك النجم كبير أكبر من الأرض كيف يرمي الشيطان؟ وهو طبعاً لم يفقه الآية لا يوجد آية في القرآن تقول إن النجوم ترمى بها الشياطين لا يوجد هذه الآية قال إن زينا السماء بزينة الكواكب وحفظاً من كل شيطان مارد الشيطان لا يرمى بالكوكب ولكن بالأجزاء التي تنفصل من الكوكب هذه الحجارة النيزكية الكوكبية التي حللها العلماء ورأوها ترمى بها هذه الشياطين التي لا نراها أصلاً والنجوم هناك أيضاً حجارة تنفصل عنها تتبرد وتتحول إلى حجارة حديدية تنفصل عن النجوم وترمى بها هذه الشياطين ليس النجم كله يرمى به يعني هم طبعاً أيها الأحبة يحاولون أن يقحموا لك أي فكرة أو أي تفسير خاطئ ليضلوا الناس ويحدثوا مثل هذه الوسوسات الحل العلم ليس هناك حل آخر العلم طبعاً بالإضافة إلى التوكل على الله الدعاء محاولة أو أن تضع خطة لحفظ القرآن اليوم هناك أطفال صغار يحفظون القرآن كاملاً برقم الآية ورقم الصفحة وموضع الكلمة هؤلاء ليسوا أذكى منك كل إنسان لديه ذكاء يستطيع أن يحفظ يتأمل يتفكر ويستعيذ بالله وهناك دعاء نختم به أيها الأحبة أود أن تحفظوه معي وتدعو به على الأقل سبع مرات كلما كان هناك وسوسة أدعو بهذا الدعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته